اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سكينجبير والصراحة لا يعجبني لأنه يبقى سر نجاح لأي الطبخة أو لأي أكلة سر نجاح دياله هو سكينجبير هذه أول مرة سنقولها لأي واحد يعني هذا السر مخبع على رأسي سكينجبير هو الوحيد الذي يجعل الأكلة تأتي من دغمرة كما كانت يعني في الحم في كسكسو في المرقة عادية سكينجبير صراحة يجعل المرقة تأتي من البدا يخطي بعض العرقة يجعل المرقة بكثلة سيكون السر مرتفعة ستكون الحم بل برقوق ستكون قرطة حجب العرس أصدقى مغالقة قرب القرفة أو حسب معالقة سندق حسب الحم بل برقوق أصدقى مقالص مربط لأولولترزين نأخذ الكوكوتيالي نقر فيها لكي تجيكم الحم يجيزوين ودخل فيها الدميرة نحاول أنيني نحاول أنيني نحاول أنيني ونشرم هذا الحم ونجعل فيه شوية العطرية لكي يجيبنين وكي تجير في العرس نحاول أنيني نقر فيها نقر فيها نقر فيها نقر فيها نقر فيها نحاول أنيني نقر فيها الحم بالنسبة لكي تجيزوين ويجيزوين يجيزوين ونرى أنيني نقر فيها لكي تجيزوين لكي تجيزوين اضع هذه المعطرية كلهم اضعهم هنا اللي بغيت نقول لكم إذا كان عندكم الوقت كافي او لا كان عندكم الوقت كافي وعندكم تسعب انكم ستكون طيب وحببكم انا الافضل يالية لنصيحة من عندي حاول انكم تشرم له وتخليه واحد المدة طويلة تقدر مثلا بغتي الطيبه لغد 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 طيبه لان كل ما تدخل فيه شرمولة يطلع الحمب البرقفل يطلع رائع جدا الصراحة لانو ما عنديش الوقت الشرمولة دعبا خليتوا ما كاملاش خمسة دقيق علي ناخد الحمد نضيره 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 شخص نضيره الشخص ثم نضيره بنسبه النبئة يجب على الحمد بسبب الحمد لا يكون الض芝 احتراج جرسيلة 3-4 كمس اضع الحم لدى الحم نضيف الأزيت و نضيفه فوق البوطة اضع كما تشحر نحاول ان ينهار الحم وضيفه هذا هو مكبكز الماء كما ترون وحتى نشعر بحالة يغلي قليلا ونعود ندير الماء يعني الكافي ونعرف ندير ونصد عليه ونجعلها طيب نريكم طريقة تحضير البرقوق انا رجعت لكم وحليت على الكوكول بما نقيتها نرمي هذا البرقوق نضيف والبصلة والبصلة كيف ترميها تبقى مضي لديكم أمه بالنسبة لبرقوق انا قلت بحالة كارسرونال نضيفه ونعرف كما نريكم ونعرف نقوم سبب ونعرف كيف نقوم بحالة سوف نعود الى السبدالي بما تضغمر للمرقة والبصلاح سوف نعود لكم البنات انا عادت لكم كما تشرب رقوق سوف نرمي سوف نرمي له ثانية لتعسل نضيف القرفة بالنسبة للحم كما تشاهدون بقيت الدغمر هذا هو زافران اضعته على الكوكوط سوف نضيف وفرطته لنجعل هذا الدغمر والبرقوق سوف نعود لكم من بعد الماء انا اتجتني فكرة لان اتجتني فكرة انا سوف نعرف كيف سوف نقوم بالليل الفكرة التي قلت لكم هي اني السوهلة سوف نخويها و سوف نعمرها بطيسر ولكن بشكل صراحة كما تشاهدون السوهلة لا تحتاجها على طيارها طول ديالها نحاول اني نغرس كما تشاهدون بشكل صراحة مريضا سوف نعمرها و نحاول اني نغرس فكرة نضغط الناس سوف نضغط الناس و لا تشقق شئيلي لا تحرش لكم لن تجد كيفة جديرة أنا أتنى عادة نرجح غير نوريكم كيفة شغان كيفة نحاول أن ننحل هذه على شكل عين هم رابعين لشكل ديالة لنقوموا بصدقوا قمشتم هذا مكتبات هذا مكتبات هذا مكتبات هذا مكتبات نحاول أن ننتهي لكم هذا قمشتم هذا مكتبات سوف نحاول هذا مكتبات سوف نحاول سوف نحاول سوف نحاول سوف نضيف سوف نضيف سوف نضيف نرجع لكم بعد أن نعمر هذا مكتبات هذا مكتبات كما ترى الجلال واللوز كيف يأتي ورفقت مع شلادة الماتيشة ومسلاة وخيار وحاولت ودرس فيها المايونيز والسيد والطون والفروماج والكشر الفكر اللي قدت لكم جايتني كما ترى تأتي جدا رائعة سوف نتمنى أن هذا الطابق يعجبكم سوف يأتي ساهل وخصوص لما يكون لدي الولادات كما ترى سوف نحاول من تحت حاولت ألنين في الحدثة لديهم وحاولت لديهم هذا مكتبات لديهم 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 سوف نتمنى سوف نتمنى أن الفيديو اليوم يكون إعجابكم لا تنسوا لأول مرة سوف نرى القناة لا تنسوا الضغط على الاشتراك والجرس لكي يصلوا على الجديد لا تنسوا لديهم تعليق لأن التعليقات تفيدني كثيرا وكثيرا 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 لديهم لديهم شكرا ونطلقوا في فيديو أخر إن شاء الله